أعلنت مليونيرة فيينا مارلين أنجلهورن عزمها توزيع خمسة وعشرين مليون يورو على عشرة ألاف مواطن وذلك ضمن مشروع المشورة الجيدة لإعادة التوزيع الذي أطلقته وأكدت أنجلهورن أنها لم تتدخل في قرارات الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها لتحديد مصير المبلغ وعبرت عن قلقها إزاء توزيع الثروة غير العادل في النمسا حيث تهدف هيئة المشورة الجيدة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار وسيتم تعويض أعضاء الهيئة بمبلغ 1200 يورو لكل عطلة نهاية أسبوع خلال جلسات الاجتماع التي ستستمر لستة أشهر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين لمزيدا من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء